سأتحدث في هذا الدرس عن الأوعية الدموية لتتعرفوا على تركيبها وأنواعها إذا نظرتم إلى الوعاء الدموي بشكل منفصل من خلال المجهر، تجدونه يشبه ما في الرسم هذا هو التجويف الداخلي للوعاء وتحيط به خلايا من كل جانب وهي نوع الخلايا الأول الذي يلامس الدم بشكل مباشر وتسمى الخلايا الطلائية على الجانب الآخر من هذه الخلايا تجدون صفاً أو خطاً من البروتينات، بما في ذلك الكولاجين يمثل الدعامة المثبتة لهذه الخلايا الطلائية ويسمى هذا الخط بالغشاء القاعدي لأنه يشكل القاعدة الداعمة التي تبقي هذه الخلايا متماسكة تشكل الخلايا الطلائية مع الغشاء القاعدي معاً الطبق الأولى المكونة للوعاء الدموي وهي الغلالة الباطنة الطبق الثاني للوعاء الدموي تتكون من خلايا عضلية ملساء بشكل رئيسي وتسمى الغلالة الوسطى أما الطبقة الخارجية للوعاء الدموي فتتكون بشكل أساسي من البروتينات كما في الغشاء القاعدي لكن بتركيبات مختلفة إذ تحوي الكولاجين وبروتينات أخرى وتسمى هذه الطبقة الغلالة الخارجية من الجدير بالذكر أن الغلالة الخارجية في الأوعية الكبيرة تحتاج للإمداد بالدم ما يبرر وجود أوعية دموية صغيرة فيها لتغذيتها تسمى أعصاب وعائية لكن ذلك الأمر يقتصر فقط على الأوعية الكبيرة كما تحتوي طبقة الغلالة الخارجية أحياناً على نهايات عصبية هذه هي الطبقات الثلاث الرئيسية المكونة للأوعية الدموية بشكل عام لكن هذه الطبقات قد تختلف باختلاف أنواع الأوعية النوع الأول من الأوعية الدموية هو الأوردة يتكون الوريد من طبقة الغلالة الباطنة ثم طبقة الغلالة الوسطى ثم الغلالة الخارجية بمعنى أن التركيب المذكور للأوعية بشكل عام ينطبق على الأوردة تماماً النوع الثاني للأوعية الدموية هي الشرايين ويمكن تقسيم الشرايين إلى مجموعتين المجموعة الأولى هي الشرايين الكبيرة والمتوسطة والمجموعة الثانية هي الشرايين الصغيرة والشرينات بالنسبة للشرايين الكبيرة والمتوسطة تبدو كما في الرسم هذا هو التجويف تحيطه الغلالة الباطنة ثم الغلالة الوسطى وتظهر الغلالة الوسطانية هنا بشكل أكبر عما في الأوردة ففي الوريد تكون طبقة رفيعة من الخلايا العضلية لكن في الشريان تتمثل بطبقة سميكة من الخلايا العضلية بالإضافة إلى بروتين إلاستين الذي يجعل الطبقة مرنة وقابلة للتمدد لأن الشرايين الكبيرة تتعرض لضغط أكبر والبروتين يمنحها المرونة لتحمل هذا الضغط دون تضرر ثم تأتي طبقة الغلالة الخارجية كما ذكر سابقا إذن هناك فرق وحيد في الشرايين الكبيرة والمتوسطة عن الأوردة يتمثل بتركيب الغلالة الوسطانية بالانتقال إلى الشرايين الصغيرة والشرينات تجدون هنا التجويف الداخلي وطبقة الغلالة الباطنة كما سبق ثم الغلالة الوسطى التي تكون سميكة أيضا كما هو الحال في الشرايين الكبيرة وعلى عكس الأوردة لكن الاختلاف أنها لا تضم بروتين إلاستين بل عددا هائلا من الخلايا العضلية ما يمنحها قوة أكبر للضغط على التجويف الداخلي عن طريق انقباض هذه العضلات إذ أن الشرينات هي من يصنع المقاومة الضرورية لتغيير ضغط الدم ثم على الجانب الخارجي تجدون طبقة الغلالة الخارجية حيث توجد نهايات الأعصاب والأعصاب الوعائية النوع الثالث من الأوعية الدموية هو الشعيرات الدموية تختلف الشعيرات الدموية عن النوعين السابقين لأنها تتعامل بشكل مباشر مع الخلايا فيكون التجويف الداخلي محاط بخلية مبطنة واحدة بدلا من صف الخلايا كما ترون في الرسم أي أن الدم يجري في التجويف المحاط بخلية واحدة فقط هذا هو ما يميز الشعيرات عن الأوردة والشرايين أما الاختلاف بين الأوردة والشرايين عموماً يتمثل بأن الوريد يتبع النمط الأساسي العام للأوعية أما الشرايين الكبيرة والمتوسطة فتضم في طبقة الغلالة الوسطى بروتين إلاستين والشرايين الصغيرة والشرينات تضم خلايا عضلية أكثر هكذا تكونون قد تعرفتم على تركيب الأوعية الدموية والاختلافات بين الأوردة والشرايين ترجمة نانسي قنقر